يعاني الصومال من أسوأ أزمة غذاء تعصف به ومن تذبذ بالنشاط التجاري بسبب الجفافة حيث يتعرض نحو ستة ملايين صومالي إلى خطر المجاحة أمم المتحدات وقعت وفق أحدث تقرير لها حول أزمة الغذاء أن يقفز العدد إلى سقف مروع نتيجة زيادة أسعار المتاجات الاستهلاكية والصراعات الجيوسياسية بحصرة وألم كبيرين يواجه عبدي زوال نشاطه التجاري بفعل شح التساقطات المطارية هنا جالجود لا يعرف سكان هذه الولاية في الصومال غير حياة الحقل والزرع وانتظار المطر هنا بوادر أزمة الغذاء بدأت تظهر جلياً لم يبقى هناك حيوانات لا أعتقد أن طريقنا في الحياة سيبقى في الأوقات العادية عادة ما نعاني من حالات جفاف إنها ظاهرة دورية تستمر في العودة كل عشر سنوات والآن أصبحت أكثر تواطراً من ذي قبل نحن فعلاً نعاني في صمت بسبب عدم مداخلنا نحن لا نملك قوت يومنا من باكول إلى هيران مروراً بباي تتوالى سنوات الجفاف وترسماً عدام مقومات الحياة واقع دفع الصوماليين إلى دق ناقوس الخطر ومناشدت المنظمات حمايتهم من شبح المجاعة واستدراك وضعهم الغذائي بمجرد أن نحاول التعافي من الجفاف نتعرض للجفاف مرة أخرى لذلك من المستحيل التعافي أطفالنا يموتون نحن نجوع إنه الأصعب هذا الجوع مختلف جداً لم نعاني قط بهذه الطريقة موجات الجفاف ونفوق الماشية وتفاقم معدلات الفقر ثلاثي تحالف في الصومال الذي يضم أعلى معدلات سوء التغذية في العالم والذي يحصي نحو أربعين في المئة من السكان يعانون من إنعدام الأمن الغذائي ترجمة نانسي قنقر